السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادارة العمليات شو المقصود في العمليات العمليات what is operations management شو المقصود في ادارة العمليات the design operation and control اذا ثلاث مراحل اللي هي مرحلة التصميم تصميم operation التنفيذ and control والرقابة of the transformation process لعمليات التحويل اذا العمليات المقصود فيها عمليات التحويل تصميم عمليات التحويل تنفيذ عمليات التحويل والرقابة على عمليات التحويل تحويل ايش تحويل that converts such resources as labor and raw materials عمليات تحويل الموارد مثل العمل والمواد الخام into goods and services اذا المقصود في ادارة العمليات هي ادارة عمليات تحويل الموارد الى منتجات that are sold to customers تباع للزباع اذا هذا المقصود في مفهوم ادارة العمليات ادارة عمليات تحويل الموارد الى سلع وخدمات يتم بيع على الزباع تمام ادارة عمليات في هذا الـ نظام العمليات نظام العمليات هو نظام مدخلات process مخرجات مدخلات مدخلات نظام العمليات بيكون اللي هي الـ resources انواع مختلفة من الموارد زي الـ رأس المال equipment المواد الخام وغيرها و الـ information المعلومات اذا كل هاي الـ resources اللي هي بتشكل inputs مدخلات لاي نظام لاي نظام عمليات هاي المدخلات بتم تحويلها transformation process بتخضع لعمليات تحويل عشان تصير outputs على شكل goods سلع ملموسة او services خدمات اذا هذا النموذج العام لاي نظام هذا النموذج العام لاي نظام عمليات تمام manufacturing and services التصنيع والخدمات التصنيع والخدمات نشوف شو الفرق في العمليات ما بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الخدماتية نبدأ في manufacturing organizations اللي هي المؤسسات الصناعية المؤسسات الصناعية طبعا اكيد المؤسسات الصناعية اللي بتشتغل في سلع ملموسة tangible goods انت ممكن تلمسها زي ايش مثلا زي صناعة السيارات صناعة الاثاث صناعة المواد الغذائية إذن manufacturing organizations يعني يعني ايش بنحكي في ادارة العمليات في المؤسسات الصناعية استخدام ادارة العمليات in transformation process في عمليات التحويل of turning raw materials عمليات التحويل raw materials اللي هي المواد الخام into physical goods physical goods يعني مقصود فيها سلع مادية سلع ملموسة you can touch it بتقدر انت تلمسها زي الاثاث والسيارات والمواد الغذائية وغيرها إذن هاي المقصود فيها في manufacturing organization مقابل إلها services services هون عنا مثال زي البنك زي البنوك زي المؤسسات التعليمية زي المؤسسات الصحية كلها مؤسسات مالها خدماتية service organizations use operations management بتستخدم إدارة العمليات in creating non-physical outputs في خلق مخرجات غير مادية غير ملموسة زي خدمات التعليم خدمات البنوك خدمات التأمين خدمات العلاج in the form of services على شكل خدمات the activities of employees interacting with customers اذا الأنشطة اللي بقوموا فيها الموظفين في التفاعل مع مين مع الزباين اذا في عنا مؤسسات صناعية manufacturing وفي عنا مؤسسات خدماتية واليوم إدارة العمليات بتشمل إدارة العمليات في كلتا النوعين من المؤسسات سواء كانت الصناعية او الخدماتية اوكي خلينا نصلي على الرسول اللهم صلي على محمد managing productivity كلمة productivity المقصود فيها الانتاجية الانتاجية هي احدى مؤشرات كفاءة عمليات التحويل اذا هي احدى مؤشرات كفاءة عمليات التحويل شو المقصود في الانتاجية كيف بنكيزها the overall output اذا هي المحصلة الكلية للoutput للمخرجات of goods or services من سلع او خدمات اذا المحصلة النهائية للمخرجات من السلع والخدمات produced التي تم انتاجها divided by مقسومة على the inputs needed المدخلات المستخدمة لتصنيعها او لا انتاجها اذا شو المقصود في ال productivity هي المحصلة العامة لما تم انتاجه من سلع وخدمات مقسومة على ما تم استخدامه من مدخلات او resources اوكي يعني في عنا هاي المعادلة the outputs المخرجات اللي هي ال products اللي هي المنتجات سواء كانت بالقيمة او الكمية قديش قيمة هاي اللي انتجناها احنا مقسومة على قديش تكلفة the inputs اللي هي resources بعطينا مؤشر productivity ratio مؤشر الانتاجية اللي هو رايح يكون نسبة مئوية رايح يكون نسبة مئوية اذا مؤشر الانتاجية بعطينا قديش درجة كفاءة عمليات التحويل الإفشانسي لعمليات التحويل اوكي value chain management ادارة سلسلة القيمة ادارة سلسلة القيمة شو يعني سلسلة القيمة سلسلة القيمة زي ما احنا هون بنشوف في الشكل اذا هي مجموعة من activity اللي بتكون فيها مجموعة من المؤسسات وكل ما امتدت السلسلة كل ما القيمة مالها زادت كل ما القيمة ايش زادت يعني the entire series of organizational work activities اذا هي السلسلة المكتملة الكاملة التامة للأنشطة العمل اللي بتكون فيها المؤسسات that added value at each step اللي ما يؤدي الى اضافة قيمة في كل خطوة من هاي الخطوات beginning with the processing of raw materials ابتداءا من تصنيع المواد الخام ومعالجة المواد الخام and ending with the finished products وتنتهي في المنتجات تامة الصنع in the hands of end users في ايد مين المستخدم النهائي اذا ال value chain management بقول انت لازم تفكر بطريقة انه كل المؤسسات اللي بتشتغل معا ابتداءا من اللي بعالج المواد الخام وبيستخرجها للي بيكون بتصنيعها للي بيكون بنقلها للي بيكون بالترويج الها للي بيكون بتوزيعها وبيعها وللي بيسوي عمليات الدفع وعمليات التركيب كل هاي المؤسسات اللي بتدخل في تقديم خدمة معينة او انتاج منتج معين لازم تشتغل معا كسلسلة واحدة بحيث انه كل ما انتقل المنتج او الخدمة من حلقة الى حلقة القيمة بتزداد من خلال ما يضيفه كل عضو من اعضاء هذه السلسلة تمام الموضوع اللي بعده اللي هو جودي اليوم احنا في عالم جودي مش في عالم كونتيت طبعاً الكمية وفي عالم كونتيت اليوم الكل بركز على كونتي The concept of quality شو يعني مصطلح The ability of product or services قدرة المنتج أو الخدمة to reliably do what it's supposed to do يعني قدرة المنتج أو الخدمة على القيام بما يجب القيام به ولكن reliable بطريقة ما لها موثوقة ويمكن الاعتماد عليه to do and to satisfy customer expectations وإشباع توقعات الزبائن مش بنحكي على حاجات الزبائن اللي هو customer needs لا بنحكي على customer expectations توقعاتهم يعني أن تصل درجة الإشباع التي يحققها المنتج إلى توقعاتهم إلى أقصى مستوى من ما يتخيله الزبن إذن quality 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 meet requirements مطابقة المنتج للمتطلبات أي متطلبات اللي بدوا إياها الزبون اللي بدوا إياها الزبون أوكي اللهم صلي على محمد الآن إحنا كنا نحكي على manufacturing التصنيع وفيه service الخدمات في عالم التصنيع في عالم products المنتجات المادية في عنا product quality dimensions اللي المحاور جودة المنتج اللي إحنا بنقيم المنتج عليها إذا كان منتج مادي ملموس زي السيارات زي الكراسي زي المواد الغذائية كلها هاي مواد زي الملابس زي الأحذية أوكي هاي كلها منتجات ملموسة على أي شو المحاور اللي بنقيم عليها أي منتج أول إيش performance أداء المنتج أداء المنتج هذا واحد أداء المنتج في الغرض الذي تم الشراء من أجله اثنين features الخصائص والمواصفات اللي موجودة في المنتج ثلاثة في accessibility المقصود فيها المرونة مدى مرونة المنتج وتكيفه مع الظروف أربعة durability متانة المنتج وقداش هو بدوم قداش فترة استخدامه وفترة دوام وقداش هو متين خمسة conformance اللي مدى التطابق أو الموافقة هل حقق المنتج الهدف الذي صنعه من أجله أم لا ستة serviceability اللي هو سهولة صيانته وقابليته للصيانة وهي من المعايير المهمة سبعة aesthetics اللي هو الشكل الجمالي للمنتج وثمانية perceived quality شو يعني اللي الجودة المدركة يعني المقصود في الجودة المدركة يعني الصورة الذهنية عند الناس حول هذا المنتج تمام في المقابل service quality dimensions اللي هي محاور جودة الخدمة ست محاور رئيسية لما إحنا منطلقها خدمة عشان نقيم قديش فيها جودة أول محاور timeliness إنه هل تم أداء الخدمة حسب الوقت المطلوب ولا لا اتنين كورتسي هل تم أداء الخدمة باحترام وبدرجة من اللباقة طبعا من قبل من يقوم بتأدية الخدمة ثلاثة consistency اللي هو المقصود في ال consistency إنه في يعني التوافق درجة محددة من quality ما بتختلف ما في تذبذب مش مرة quality في الخدمة عالية ومرة quality في الخدمة منخفضة أربعة convenience أهل الخدمة اللي تم تقديمها مقنعة على الزبون بحيث إنه حس إنه حصل على خدمة ذات جودة عالية خمسة competence اللي هو الخدمة تكون مكتملة الخدمة تكون ما لها مكتملة ستة accuracy الدقة في أداء الخدمة ستة محاور بنقيم عليها جودة الخدمة اللي حصلنا عليها هيك بنكون أنهينا موضوع operations management اللي هو إدارة العمليات